طالب فرقة سنة ربعة لغة عربية يقول بأنه قطع ورقة من المصحف عشان يغش منها في الامتحان ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم ولا شك أن هذا حرام يعني ارتكب حراما وارتكب حراما بصورة بشعة بصورة خطيرة أن يقطع ورقة من المصحف هذه جريمة وأن يغش هذه جريمة أخرى على أي حال أنصحه وقد تبين ذلك من سؤاله بالتوبة إلى الله عز وجل وبالندم وبالرجوع إلى الله تبارك وتعالى وأن يجتهد أن يرد هذه الورقة إلى كتاب الله تبارك وتعالى مرة أخرى لأنه ما تعمد قطعها إهانة لمصحف ولديك مسألة تانية خالص ما تعمد قطعها إهانة لكتاب الله أبدا أو استهزاء بالقرآن قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فهو ما قطع الورقة استهزاء ولا امتهانا لكتاب الله إنما هو ضعف في لحظة من اللحظات وقطع الورقة ليغش منها ولا حول ولا قتال فعلي أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرد الورقة وأن يلصقها مرة أخرى في موضعها في كتاب الله تبارك وتعالى وأسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يتوب عليه إنه لذلك والقادر عليه